كوتشو انظروا لهذا المشهد قد يتوقف عن التفكير للحظات أو قد يرتعد لكنها الحقيقة وهذه الأصوات التي تتعالى من وسط هذه الجمعة التي ارتدت اللون الأسودة هي لنساء انشغلت كل واحدة منهن بمصيبة كبرى اليوم اجدت على المدرسة لم أجدت أي شيء غير سورة لهم سورة شو هذا من اجدت على المدرسة أول ما شفت سورة أخي اللي ما صارت سنة متزوج والداعش خرب حياته أخده ولما أزعبش لما شغلت الشمعة على أروحهم شكراً بعد ما أقدر هنا من تضرب وجهها وأخرى من تتحدث عتباً مع الأرض التي احتضنت جوثمان أبنائها وأخوانها وأخرى في الجوار عند ذلك الحائط حيث علقت الصورة التي بقيت ناظرة لمن حولها فلا الصورة تتحدث ولا المرأة تتوقف عن البكاء والنحيب يبدو أن هناك لغة أخرى كانت حاضرة لم نستطع فك شفرتها أما ذلك الطفل الذي قد أضاع بين سواد النساء وصيحات الجمعة فلا الطفل يعرف ما جرى وللمدرسة أعطت الدرس لهذا الصغير من قرية كوتشو غرب الموصل حسين الفارس ترجمة نانسي قنقر